وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية ببطبطات بلغت 135 طن ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 42 طن وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تمضبط 93 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 724 قضية من بينها 199 قضية خبز نقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر